ولحديث أكثر حول هذه المبادرة نستضيف معنا في الأستوديو الفاضل هلال بن علي أسناني نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مرحبا بك أستاذ هلال مرحبا بك بداية أستاذ هلال نتعرف من خلالك على مشروع جهزة الأمن والسلامة لحافلات المدارس الذي تبنته شركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كيفية عمله وطبيعة هذا المشروع إن شاء الله المبادرة طبعا امطلقت من الالتزام الكامل للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمبدأ السلامة في كل أنشطة كان في إدارة أنشطتها داخل المصنع أو على مستوى تسويق الغاز الطبيعي المسال لخارج السلطنة أو على مستوى الأنشطة المرتبطة بالمجتمع وخاصة لأن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تتبنى ممكن أكبر صندوق استثمار اجتماعي في السلطنة وبالتالي لديها مبادرات كثيرة جدا مرتبطة بالفرد وتنمية الإنسان في السلطنة وبالتالي دائما حجر الأساس في كل مبادرة هو السلامة وهو تحقيق مبادئ هذه السلامة لكل المرتبطين أو العملاء أو المساهمين في هذه المبادرات كانت اجتماعية وكانت اقتصادية أو كانت حتى إنسانية وبالتالي عندما كان هناك بعض الإلحاح أو الطلب في إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تعاني منها حركة الطفل من منزله إلى المدرسة وبالعكس تم التنسيق مع الجهات المعنية ومناقشة بعض المبادرات التي انطلقت منها هذه المبادرة وهي بالمناسبة مرحلة تتبع مراحل سابقة وبرامج أخرى كانت الشركة قد نفذتها سابقة أيضا مرتبطة بسلامة الطفل وعلاقته بحافلة المدارس منها تدريب 250 سائق حافلة تابعين لوزارة التربية والتعليم لكن نمية الاستكمال هذا البرنامج نظرا للعلاقة الغير الزامية بين وزارة التربية وبين سائقي الحافلات وبالتالي كنا نتمنى إن شاء الله في المستقبل ننفذ هذه المبادرات المرتبطة بعلاقة الطالب بالمدرسة جميل أستاذ هلال التركيب الأجهزة إن شاء الله سيتم مثل ما أبحتم غدا سيبدأ مراحل تطبيق نعم نتحدث عن المعايير التي تم الاستناد إليها في ذلك وأهمية أيضا الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في مثل هذه المبادرة وأيضا الجهات الأخرى المعنية بهذا الجانب نعم طبعا وزارة التربية والتعليم صممت مع عدد من الشركات المختصة في هذا الجانب برنامج يعني بتحديد مسار الطالب منذ خروجه إلى المنزل وصولا إلى المدرسة وثم عودته مرة أخرى سالما إلى منزله هذه المراحل تتضمن تحديد مسار الطالب خروجه من الحافلة ونزوله سالما سلوك داخل الحافلة حركته داخل الحافلة إذا ما كان هناك فيها يعني شيء يدعو للقلق كذلك مسار الحافلة إلى ما تجاوز السرعة المعينة واستخدامه لبعض المسارات الغير متفقعة يعطي تنبيه مباشر إلى المدرسة يعطي تنبيه مرتبط بأقوار الصناعية مع المدرسة في منصات إلكترونية معينة في اللابتوب أو منها تطبيقات مع الهواتف الذكية مع أولياء الأمور أيضا يحدد لهم مسار ابنهم أن نزل من الحافلة ولا ركبها في هذا الوقت ونزل في هذا التوقيت والرحلة استغرقت كم من المنزل إلى المدرسة وبالتالي يطمئن إلى أن ابنه غادر المدرسة إلى الفصل ثم غادرها الحافلة أيضا إلى المنزل في رحلة العودة كيف بالإمكان أن يفعلها ولي الأمر؟ هنا تطبيق معين قامت مدرية التربية والتعليم بشرقية جنوب يعني عقد بعض اللقاءات التوعية بهذه البرامج وكيف تستخدمها والاستفادة منها وقائم إن شاء الله على هذا البرامج للإطمئنان على أن الكل يستفيد من هذا التطبيق ويعرف كيف يستثمروا ويستخدموا لضمان سلامة الأطفال إن شاء الله في المدارس جميل إذن هي مرحلة تجربية إن شاء الله ستبدأ غدا مرحلة نموذجية لتشمل ثلاثمائة حافلة واحد سبين مدرسة بحافظة ديانوب الشرقية تغطي 13 ألف طالب نتوقع إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد نجاحها أنه أيضا يعني يمتد يعني مداها إلى ليشمل جميع المدارس المحافظة ومن ثم إن شاء الله إذا كان هناك أيضا خطة لتعميمها على بقية المحافظات السلطة جميل إن شاء الله يعني أنت ذكرت إن شاء الله سيكون تعميم أهل من خطة مستقبلية قريبة إن شاء الله لتعميم إن شاء الله على باقي إحنا كل برامجنا أخي أحمد في المسؤولة الاجتماعية تستند على مثل ما قال توفير يعني معايير السلامة لأنشطتنا وبالتالي هذه واحدة من الهواجس اللي كانت دائما حاضرة دائما حاضرة معنا في الشركة العمالية أستطيع المسألة أن يكون يعني جميع الأطفالنا وأبنائنا يعني يتعايشوا مع حاضرهم وينظروا إلى المستقبل بأمن واطمئنا وبالتالي هناك العديد من المبادرات التي نفذناها بدأت بتجربة في حيز جغرافي معين ثم انتشرت لشمل يعني جميع مناطب السلطة نلتمنى أن يكون أيضا هذه المبادرة لها نصيب من هذا الانتشار بإذن الله يعني في وحافظات السلطة بإذن الله المبادرة الأخرى التي ذكرتها أستاذ هلاللو نعرج مرة أخرى عليها شوف طبعا برنامج الاستثمار الاجتماعي في الشركة العمالية الغاز طبيعي المسألة قدم حتى لا نكثر من 6000 مبادرة مختلفة الأنماط وطبعا المجالات وشملت أيضا جميع يعني مناطق وولايات السلطة كلها يعني تحتم علينا توفر معايير السلامة التي هي في الأساس معايير مهم لأنشطة الشركة حتى داخل المصنع الشركة العمالية الغاز طبيعي المسألة حتى الآن حققت أكثر من 27 مليون ساعة عمل دون حدوث قصابات مضيعة للوقت من هذا المبدأ أحنا نطلق في كل أنشطة وبالتالي هذه 6000 مبادرة التي غطت جميع ولايات السلطنة معظمها أيضا يعني لا تنفت إذا كان هناك فيها شكل من أشكال المخاطر على الإنسان وعلى الفرد المستفيد من هذه المبادرة المبادرات المتعلقة بالأمن والسلامة أضرب بعض الأمثلة منها نفذنا مع شرطة عمانة سلطانية سلسلة من برامج تدريب سواقي أو معلمي السياق على السياق الوقائية شملت تقريبا 1500 معلم سياق نفترض أن هذه الثقافة ثقافة السياق الوقائية الآن أصبحت منتشرة للمستخدمين الذين هذا من أمرها للسياقية حافلات المدرسية نفذنا برنامج نفذنا برنامج لكننا إلى الآن ما عمم نأتمنى إن شاء الله أن تتاح لنا الفرصة استكماله إن شاء الله هذا البرنامج به بتوفر كل عناصره وإن شاء الله نكون نستكمله في القادم الوقت بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى شكرين لك هذا التواصل وشكرين لكم هذه الجهود الأستاذ هلال بن علي السناني نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم